اختتمت فعاليات البطولة الدولية للبرمجة والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من الرابع عشر حتى التاسع عشر من شهر أبريل البطولة نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمعبد حاتش بسود تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي شاهد معبد حاتش بسود ختام فعاليات البطولة الدولية للبرمجة في دورتها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين والتي أقيمت بالأقصر في الفترة من الرابع عشر إلى التاسع عشر من أبريل الجاري عمل عظيم مسابقة رائعة تنظيم محكم ساعدت بمشاهدة الفرق المختلفة المشاركة في المسابقة كل الفرق هي أدت باقتطار وعلم وجهد يعني الحقيقة نجاح مؤكد يحسب لمصر كلها الحقيقة نحن النهاردة نحن بننظم أكبر مسابقة حصلت على مدى 37 سنة في مسابقتين مع بعض وبنؤدي الافتتاح من معبد الأقصر والختام من معبد حاتش بسود في هذا المجال الحقيقة نجاح غير عادي البطولة التي نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمت شباباً واعداً يمثلون كبريات الجامعات على مستوى العالم لأول مرة المسابقة بتتعامل للعدد الكبير من الفرق لأن احنا بننظمها لدورتين الدورة اللي كان حصل فيها الكوفيد 19 والدورة بتاعت السنة دي والحمد لله برغم من العداد الكبيرة قدرنا نمانج الفنادق والحجزات ووصول الناس ودخلهم البلد المسائل لجان التحكيم الفولنتيرز اللي اشتغلوا على مدار آخر ثلاث شهور عشان يجهزوا الأماكن دي وطبعاً وجود حفل الختام في معبد حاتشبسوت دي حاجة يعني مش هتتكرر واعتقد أن الدورتين دول دي هتبقى أفضل مسابقة في تاريخ مسابقات البرمجيات لطلاب الجامعات تأتي تلك البطولة في إطار استراتيجية الدولة التي تهدف إلى بناء الكوادر البشرية والاستثمار في العقل البشري من خلال تأهيل الفكر الخلاق والعمل الابتكاري والتوسعي في قاعدة المتدربين